بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة 46 التي تتكلم عن قاعدة هذه القاعدة التي تتحدث عن القيام ببعض الأمور من قبل شخص آخر مثلا إصلاح الأجهزة أو التلفية أو القيام ببعض الأمور التي أنت لا تستطيع القيام بها أو لا تمتلك القدرة على القيام بها أو لا تريد القيام بها نشوف هذا المثال اللي وضحناها القاعدة طبعا هنا الهاف هو هنا عدنا الأوكزلاري الهاف أو الهاز سامثنك أي شيء زائد شنو زائد هي مثال على التصريف الثالث أنا دائما أقول أنه هذه قاعدة نستطيع القيام بها نستطيع القيام بها فنشوف هذا المثال اللي موجود هو من الطناية لاحظوا هنا عدنا الشخص يقوم بإصلاح السقف وهذه الأمرأة تنظر إليه The roof of Lisa's house was damaged in a storm سقف بيت Lisa قد دمر في عاصفة So لذلك She called a builder هي اتصلت بالبنة And yesterday وبالأمس A man came and repaired it رجل أتى وأصلحه إذن هناك شخص ما قام بإصلاح السقف الذي تدمر بسبب عاصفة بمعنى أنه ليسا ما صلحته شو راح تكون جملتنا ليسا had the roof repaired yesterday أصلحه سقف ليسا في الأمس هنا طبعا إحنا لما ذكرنا الحالة ذكرنا الفعل ما ذكرنا الفاعل من الصلح السقف ولكن الفكرة الرئيسية أنه هذا السقف تم إصلاحه بمن قبل شخص آخر This means هذا يعني ليسا arranged for somebody else إنه ليسا خلت شخص آخر شنو To prepare the roof لإصلاح السقف She didn't repaired it herself هي لم تصلحه بنفسها طيب We use have something done استخدم هذا الترتيب أو التركيب عفوا To say that لأن نقوله We arrange for somebody else To do something for us إنه نستخدم هذا التركيب للإشارة إلى أنه إحنا رتبنا لشخص ما للقيام بهذا العمل قارن هسا إحنا عدنا جملة راح نشوفها ليسا repaired the roof ليسا أصلحت السقف هي أصلحته She repaired it herself هي أصلحته بنفسها طبعا هذا مثال وهمي ردي قارن هو قصده زين إذن أنا شا استفاد من الجملة هاي استفاد بالدليل القاطع أنه ليسا هي قامت بالعمل زين ليسا had the roof repaired أما جملة الثانية لا she arranged for somebody else to repair it هي رتبت لشخص آخر للقيام بالعمل إذن الفرق ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية إن الجملة الأولى تشير إلى أن الفعل أو العمل قام به الفاعل نفسه ذاته اللي هو ليسا بينما في الجملة الثانية التي تستخدم تركيب have something done قام به شخص آخر زين طبعا هنا طلاب إذا كانت عند الجملة بالماضي نستخدم had something طبعا هنا something اللي هو الروف وreperd دائما الreperd اللي هو مو الreperd وأنما الفعل تصريف الثالث يجي بعد المفعول به إذن ليسا had the roof repaired ليسا سقف ليسا قد أصلح زين زين طبعا هنا طلاب نتبهوا إلى أنه الhas تجي بالماضي والhas والhave تجي بال طبعا الhas والhave تجي بالpresent perfect والهاد تجي بالpast perfect زين did you make those curtains yourself ها لاحظوا هذا المثال did you make those curtains yourself هل قمت بعمل هذه الستائر بنفسك يس نعم I enjoy making things أنا أستمتع بالقيام ببعض الأمور إذن هنا شنو عدنا إذن هنا أنت بحذ ذاتك انت قمت بهذا الفعل زين ما دام ما عدنا had something done بينما جملتنا الثانية did you have those curtains made هل قمت بهذه الستائر أو عمل هذه الستائر no I made them myself طبعا هنا القيام العفو طلاب ملاحظة did you have those curtains made هنا ما يقصد أنه أنت اللي قمت بالستائر لا وإنما جايز هل قام بها شخص آخر شكان جوابه no لا I made them myself قمت بعملهم بنفسي نفسي be careful with the word with word order كن منتبها إلى ترتيب الكلمات the past participle هنا طبعا يقول انتبه ال past participle وين نخلي اليوم مثل repaired cut إلى آخر is after the object هو يكون بعده الفاعل إحنا مو عدنا subject زائد verb زائد object هنا يكون شنو هنا يكون ال verb past participle زين Lisa هذا subject زين هنا عدنا ال verb ال had اللي هو يعتبر مين ال verb هنا had the roof repaired لاحظوا هنا Lisa had the roof repaired طيب هنا عدنا شنو هنا عدنا ال object وهنا past participle زين طبعا ال had هنا اوكزيلر لطلاب فقط كملاحظة هنا شنو صار عدنا ال past participle وين صار بعد ال object هذي ال object اللي هو الظروف زين طبعا هنا مطينا هواية امثلة طبعا مطينا بصيغة الاستفهام بصيغة النفي وبصيغة الاثباط طيب get something done هنا جاي يقول انه انا بدان ما استخدم have something done ال have انا اقدر ابدلها بمن بال get فشي صير you can also بامكانك ان تقول get something done ها شوفوا لاحظوا اذا استبدلنا get بمن ال have بمن استبدلناها بال get زين على سبيل المثال when you are when are you going to get the roof repaired متى سوف يصلح السقف have the roof repaired بمعنى هل اصلحت السقف اه العفو اه هنا الفكرة الرئيسية انه بدال have استخدمنا get تعمل نفس عمل have I think you should get your hair cut really short عليك ان يقص شعرك ليصبح قصيرا جدا الملاحظة الاخيرة sometimes احيانا have something done يقول have something done شبيه has a different meaning لها معنى مختلف for example على سبيل المثال Paul and Karen had their backs stolen Paul و Karen سرقت حقائبهم while بينما they were traveling بينما كانوا هم يسافرون شنو الفكرة اللي جتنى this doesn't mean هذا لا يعني that they arrange for somebody to steal their backs خم خوب ما راحوا قالوا الحرام تعال بوك حقائب زين مو مثل الفكرة الاولى اللي خذيناها وي ليسا هي التفقت وي البولدر البنى حتى يبني اذا يوجد استخدام اخر على انه have something done قد تعطي معنى انه الشخص قام الشخص الاخر قام بالفعل لك بدون علمك بدون arrange بدون ترتيب they had their backs stolen قد سرقت حقائب means only تعني فقط their backs were stolen بان حقائب هم سريقات زين with this meaning مع هذا المعنى we use have something done استخدم have something done to say that something happens to somebody بان شيئا ما قد حصل لشخص ما او او their belongings او لما يمتلكونه often what happens is not nice يعني يقول اذا اجت بهذا المعنى غالبا يكون المعنى غير لطيف ليش لانا ما مرتب بنا it's not arranged gary had his nose broken in a fight قد كسر انف gary his nose was broken يعني مو انا قلت لو روح اكسر الانف مالتي زين او انف gary وانما شيء غير مرتب زين have you ever had your bike stolen هل تم وصرقت بايسيكلك الان اصبحت الفكرة واضحة انه الهاب كمعنى فيها معنيين استخدامين ان يكون شخص قام ذلك بالترتيب معه او بدون ترتيب